المفتاح الثاني من مفاتيح تقول الله سبحانه وتعالى هو التوكل على الله والتوكل على الله فيه بركة عظيمة يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة الطير تتوكل على الله تسبح في الأرض تذهب جائعة وترجع مشبهة إن شاء الله لأن ربنا عزيزي يقول ومن دابة في الأرض إلا على الله يرزقوها ومن أهم صور التوكل على الله أن الإنسان يستخير الله في أموره كلها كما ورد عن أحد الصحابة أنه قال علمني نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الاستخارة في أمور كلها يبقى كلما تعزم على الأمر استخير الله يعني استخير الله صلى ركعتين وقل يا رب إن كان هذا الأمر فيه خير ووفقه لي ويسيره لي وبرك لي فيه وإن كان فيه شر فاصرفه عني استخارة ديمهم جدا والحقيقة كثير من الصالحين لا يأخذ قرار في حياته أبدا حتى أن أحد الصحابة قال كنا نستخير الله حتى في خياط نعلي الأمور حتى البنهية كان يستخير الله عزيزي فيها فالإنسان لما يكسر من الاستخارة ويجعلهما مزلل حياته كلها يبارك الله سبحانه وتعالى في أموره كلها إن شاء الله وصلاة الحاجة أيضا من بعض الناس لما يقع في أزمة كما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا حازبه أمر فزع إلى الصلاة تتودأ وتصلي ركعتين وتدعو الله صلى الله عليه وسلم يعني أنت كافيني وأنت خير من يتوكل عليه حسبنا الله ونعم الوكيل وربونا عز وجل الحقيقة هذا الدعاء له طبعا أسر كثيرة جدا سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام لما ألقي في النار جاء إليه جبريل قال ألك حاجة؟ قال منك فلا ولكن علمه بحال يغني عن سؤالي وقال حسبنا الله ونعم الوكيل فقال ربونا عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأيضا الصحابة في غزوة أحد ماذا فعلوا عندما جمع الكفار جمعهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الجيش مهزوم جيش الصحابة كان مهزوم فجمعهم للمرة صلى الله عليه وسلم الكفار حتى يقضوا على المسلمين قالوا حسبنا الله نعم وكيل فانقلبوا بنعمة من الله وبفضل الله من سيد السوء وتبع لذان الله والله ذو فضل عزيم يبقى الإنسان يتعود قول حسبنا الله نعم وكيل فإنها إن شاء الله تفرر الكروب وهي من أركان التوكل عن الله سبحانه وتعالى قولوها بإخلاص وبنية صادقة الأمر الرابع وهمهم جدا وهو الاتزام بالشروط التوكل لأن التوكل له شروط الحقيقة الشرط الأول أن تفوض الأمر كله لله لأن الله سبحانه وتعالى بيده الأمر كله وسبحانه وتعالى يقدر الأقدار كلها ليس الإنسان أي دخل في إدارة هذه الدنيا سبحانه وتعالى خالق كل شيء وبيده الخلق والأمر كله يبقى تفوض الأمر الله سبحانه وتعالى كله فده أول شرط من شروط التوكل الشرط الثاني الأخذ بالأسباب الحقيقة بعض الناس تأخذ الموضوع كده بشيء من الاستخفاف لا طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد كان يختزل طعامه لمدة عام وهو سيد المتوكلين يعني ما ينفعش إن صالب يرى قرآن ويدع ربنا وما يذكرش لازم يرصب لابد أن يأخذ بالأسباب كمان إنسان لما يسعى فلوسكو يبذل قصارى جهده ده من شروط التوكل النسان يعمل ويبذل قصارى جهده ليأخذ بالأسباب فيكون متوقين على الله سبحانه وتعالى أما إن لم يأخذ بالأسباب فلا يعد من المتوكلين الشرط الثالث وهو عدم ربط الأسباب بالنتائج هو بيأخذ بالأسباب وفقط لأن ليست تلك الأسباب هي التي تحق النتيجة لا النتيجة بيد الله طب ولماذا أخذ بالأسباب من باب الطاعة يعني زي ما يقولون إحنا عباد لله عز وجل ربنا عز وجل هو سيدنا ومولانا أمرك بشيء خلاص نأخذ بالأسباب وتفوض الأمر الله لا تربط الأسباب بالنتائج أبدا يعني بعض الناس يأخذوا بأسباب بسطة جدا ربنا عز وجل يفتح عليهم بأفاق لا حدود لها وحين تقوم بالأسباب ولا تنال أي نجاح والنتيجة تكون فاشلة لأن الأمر كله بيد الله عز وجل يأمن شروط التوكل التفوض الله سبحانه وتعالى أن تأخذ الأسباب ولا تربط تلك الأسباب بالنتائج بل أنك تفعل هذه الأسباب طاعة وامتسالة لأمر ربنا عز وجل الشرط الرابع اعتماد القلب على الله عز وجل وسكونه إليه لأنه بيده الأمر كله والشرط الخامس هو حسن الظن بالله لازم بقى أن تنتخل الأسباب وتزعى ربنا ويتوكل يكون عندك حسن الظن بالله لأن الله عز وجل سيعطيك على قدر ظنك بعض الناس بيدعو دعاء زي مثلا يا ربي ارزقنا البنت حتى لو كانت عمياء فربنا أعطاها بنت عمياء لو دعت الله عز وجل وقالت يا رب ارزقني بأجمل بنات لأعطاه الله أجمل بنات فربنا سبحانه وتعالى واسع العطاء وهو أرحم الرحمين فالإنسان بأيه يطمع في رحمة الله عز وجل كما علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول في الدعاء اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونستعيذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان الله يبقى الإنسان لما يدعو الله عز وجل ويتوكى عليه يبقى عنده حسن ظن إن ربنا عز وجل سيعطيه وسيعطيه الله سبحانه وتعالى على قدر ظنه كما يقال ربنا عز وجل في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليزن بي ما شاء يعني كلما ظننت بالله خيرا سيعطيك خيرا وكلما كان ظنك فقيرا فستأخذه وسينالك مثلما ظننت بالله سبحانه وتعالى الشرط الخامس والأخير وهو الرضا بقسمة الله عز وجل هنا تكون متوكلا صادقا ربنا عز وجل له الأمر وله الحكم وهو سبحانه وتعالى يفعل في الدنيا ما شاء فينبغي أن ترضى بقسمة الله عز وجل إن أعطاك أم لم يعطيك لأن قد يكون خير في عدم العطاء كذا الإنسان ممكن يطلب طلب معين ويدعو الله عز وجل به وربنا عز وجل يعطيه أكثر إن شاء الله أو يعطيه مصلحته لأن الله عز وجل بيده مصالح لعباده أرحم الرحمن